السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائز نبي الله أما بعد عن عبد الله بن ملغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخزف وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو وإنه يقفأ العين ويكسر الصن رواه البخاري ومسلم صحابه ترمغاناية عبد الله بن ملغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخزف نبي صلى الله عليه وسلم عن الخزف وقال وإنه يقفأ العين ويكسر الصيد ولا ينكأ العدو وإنه يقفأ العين ويكسر الصيد ولا ينكأ العين ويكسر الصيد ولا ينكأ العدو شكرا